يظهر الجدول التالي العلاقة بين عدد وجبات مع كارونة الاسبغاتي الإيطالية مع الصلصة الحمراء وعدد حبات الطماطم اللازمة لتحضير كل وجبة تحققوا إن كانت النسب متكافئة وهل العلاقة تناسبية أم لا تكون العلاقة تناسبية بين عدد الوجبات وعدد حبات الطماطم إذا كانت نسبة عدد الوجبات إلى عدد حبات الطماطم ثابتة دائما أو كانت نسبة عدد حبات الطماطم إلى عدد الوجبات ثابتة دائما انظروا الآن إلى نسبة عدد حبات الطماطم إلى عدد الواجبات لديكم عشرة إلى ستة النسبة تساوي خمسة إلى ثلاثة هنا خمسة عشر إلى تسعة إذا قسمتم العددين على ثلاثة ستحصلون على خمسة إلى ثلاثة هذه النسبة ذاتها خمسة عشر إلى خمسة وعشرون إذا قسمتموها على خمسة ستحصلون على خمسة إلى ثلاثة تظهر هذه الأرقام أن النسبة بين حبات الطماطم وعدد الواجبات ثابتة دائما إذن هذه العلاقة تناسبية